طيب يا شباب انت ممكن تتساءل دلوقتي هو مفيش طريقة ان اجمع بيها التأثيرات اللي انا بضيفها للعنصر بالتيل ويند css بحيث اني اعبر عنها باسم كلاس واحدة بس زي ما بعمل في css العادية كده وده هيفيدني في حاجتين اولا هقدر اعمل reusable components براحتي او مجموعة كلاسات قابلة لاعادة الاستخدام بسهولة في اي مكان تاني براحتي بدل ما اقعد كل شوية اكتبها تاني بايدي ثانيا بدل ما تخلي شكل ال html مش حلو وعملة زحمة كبيرة وفي الحقيقة الكلام ده ممكن تعملوا بسهولة جدا عن طريق ال apply directive فتعالوا نعمل كده عندي مثلا حاجة زي ال badge والcard اللي هنا دول معقول كل اما اجي انشئ badge او card هقعد اكتب لهم كل الكلاسات دي لا طبعا هعمل ايه هاجي اخد كل التأثيرات دي كده بتاعة الكارد هاخدها قط من هنا كده هروح لملف ال css بتاع ال input خد بالك لان هو ده اللي بشتغل فيه زي ما قولنا هاجي هنا واعمل select لكلاس الكارد بالضبط زي ما بعمل في ال css عادي خالص ولكن هاجي جواها واستخدم directive ال apply بالشكل ده هكتب at apply بعد كده هسيب مسافة بعد كده هعمل paste لجميع التأثيرات بتاعة الكارد بالشكل ده واحط semi column في الاخر خد بالك ما تنساش طيب يبقى كده كل التأثيرات دي هتطبق على كل العناصر اللي عندي في الصفحة اللي واخده class الكارد ولو سيفنى وجينا نشوف هتلاحظ ما فيش اي اختلاف معنى كده ان الدنيا شغالة تمام طيب ممكن اعمل نفس الكلام برضو لل badge عندي برضو بالشكل ده طيب جميل جدا الميزة هنا ان الكارد وال badge كده بقوا عندي عبارة عن reusable components والتعديل عليهم بقى سهل لانك هتعدل من مكان واحد بس طيب ممكن اعمل برضو لل title بتاع الكارد نفس الحكاية برضو برضو هختاره بالشكل ده بالزبط زي ما بختار العناصر في ال css عادية شباب وهو ده الجمال في التيل ويند css زي ما قلنا انها مش بتفصلك خالص عن ال css العادية هي بس بتسهل وتسرع استخدامها طيب يا شباب ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن الجريد في التيل ويند فخليكم معنا بتمنى تكونوا استفادتم ومستمتعتم كان معاكم سابر حسنا شباب من كورسات في البرمجة اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله وإلى زيالك الحين اصدقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة